33 دقيقة بعد الخامسة مساء الأخبار الاقتصادية مع وفاء بن يحيى مساء الخير مساء الخير ياسر مشاهدين الكرام اهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية البداية بالحادث الاقتصادي واسترجاع الحكومة لمركب الحجارة الذي يعتبر أول خطوة لتعويض الخسائر التي سجلها المركب مع الشريك الهندي تقرير فوزيام سعدي وسوري شعلال متعيب عديدة عانى منها الاقتصاد الجزائري نتيجة ارتفاع فاتورة استراد الحديد بل تعد الأمر ذلك إلى استراد نوعية مخشوشة تسببت في انهيار بنايات جديدة خلال زلزال بومرداز 2003 اليوم الحكومة تتجه لتحكم في صناعة الحديد والصلب واسترجاع مركب الحجار أهم خطوة في هذا المجال منا آخر 2017 نحبس من الاستراد الحديد كيف سنحبس السنة القادمة من الاستراد الإسمنت نحن إلى مرحلة استراد الحديد الصلب من السوق الخارجية بتكلفة واحد مليار دولار وسوق السكن والأشغال العمومية على العموم السدود وغيرها واحدة من الأسواق التي تطلب كمية هائلة من الحديد بعد سلسلة الخسائر والاضطرابات التي عرفها المصنع لدرجة تراجع الإنتاج إلى مائتي ألف طن سنويا في حين حقق الشركاء أرباحا طائلة ها هي الحكومة تنوي إعادة بعض أسطورتها الصناعية مجددا لرفع القدرة الإنتاجية هذا المشروع هو في حد ذاته جلب للآلات والتكنولوجيا الحديثة التي ستساعد بدون شك في بعض الإنتاج من جديد في مراكب الحجار نعنى جميع التحديات لإن شاء الله صنع الهدف المرجو منذ اسم تولينا بالاسم المنصب وإن شاء الله نكمل في الاسم إستقرار وإن شاء الله نصل إلى الهدف المسطرة استرجاع مركب الحجار خطوة في خارطة طريق جديدة نحو بناء قاعدة صناعية صلبة في مجال الحديد والصلب فهل ستنجح الجزائر في ذلك؟ إلى قطاع الفلاحة حيث صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وصيد حمد فرخي أن أكثر من 70% من ذوي حقوق الامتياز تم تسوية وضعيتهم ولا بد من مواصلة التشاور والعمل الميداني للاستغلال الآليات الجديدة التي جاءت في صالح المستثمرين في القطاع المزيد في ميكروفون سولف دعمش كان جانب خاص بالاستثمار نحن نحرر هذا الاستثمار في اللحين كان بعض العواق الموجودة قانونية في الحقيقة هي التطبيقات لم يكن موجودة نحن نعمل بالتشاور نحط هذه الآليات الجديدة لفائدة خاصة المستثمرات لخرجة من الهيكلة نسمح لهم أنهم يستثمروا في هذه الأراضي الهامة لليوم تمثل بلك من أحسن أراضي الموجودة في الشمال ونحروا المستثمرين ونحروا الفلاحين هذا يجعلهم يكونوا مرتاحين ويكون عندهم مستقبل في ذاتي السياق صرح المدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوسف شوقي عاشق أن هناك امتيازات وتحفيزات جديدة لدفع اشتراكات تأمين الفلاحين الآن يسهل بالنسبة لكل الفلاحين باش مبقوش يقدموني اشتراكات تحهم في شهر أبريل نعرفوا بلي في شهر أبريل ما عندهم مش الإمكانيات على الشي اللي صعبة لهم باش يقدموني اشتراكات تحهم ومتكونش عندهم تغطية إذن الآن في المرسوم الجديد هذا تكون عندهم تسهيلات وعندهم يعني يقدموني اشتراكات ما بعد شهر جوان وهذا بنعرف واحدة آخر سنة يعني باش يكون متكيف مع المحصول تحهم في ذاتي الموضوع وفي قطاع الفلاحة يشتكي القطاع من نقص آليات التبريد ما يرهن وصول الانتاج إلى المستهلكين والمحاولين لكن مع تطور استغلال الطاقة الشمسية بدأت بوادر حل المشكل في الظهور أحمد رشدي والتفاصيل إمكانية كبيرة يمتلكها القطاع الفلاحي يقابلها انتاج وفير لكن الرهان الصعب هو الحفاظ على هذا المنتوج وإيصاله للمستهلك حيث أن نقص آليات التبريد يجعل أغلب المنتوج يضيع قبل أن يتم استهلاكه أو تحويله سلسلة التبريد هي شيء بهم جداً خاصة عندما نحاول نطوره لا نقدرش نستغنى منها لماذا؟ لأن هذه السلسلة التبريد تأخذ البروجيو أليمونتر من عند الزارع حتى عند اللانجستخية اللي رح يغيرها تطور البحث العلمي وظهور تكنولوجيات حديثة سمح باستغلال الطاقة الشمسية في مجال التبريد المحصول الزراعي أو المنتوج الزراعي من الفواكه والخضر etc على البالك في الجنوب الكبير عندهم مشكلة تسويق وهذا المشكلة تسويق يقدر يكون حل إذا كنت هذا المنتوج الفلاحي يكون بيان كونسيرفي لكي يجب أن ينشان فريغوري فيك هذه اللي تخصنا باش نوصل المنتوج من المنتج إلى المستهلك هي إذن الخطوات الأولى للتخلص من مشكلة التبريد وحماية المنتوجات الفلاحية ودليل جديد على ظرورة التوجه نحو الطاقة الشمسية كسبا للوقت وخفضا للتكاليف فمتى تتخلص الجزائر من عقدة النفط وتفتح مجال استغلال طاقاتها المتجددة محليا تعد ولاية جيجل من بين أهم الولايات الرائدة في الزراعة وإنتاج مختلف الخضر الموسمية وغير الموسمية ما جعل الفلاحون ينطلقون في نشاطهم الفلاحي بكل تفاؤل خاصة مع بداية موسم ممتر أيمن عبد الرحيم ونجمة بكرش والتفاصيل أكثر من ستة ألاف هكتار منها ثمانمائة هكتار بيوت براستيكية هي المساحة الإجمالية لزرع مختلف الخضروات بولاية جيجل التي تراهن السلطات المحلية على تحقيق مرضود فلاحي لا يقل عن مليون وسبعمائة ألف كنتار من الخضر وثمانية ملايين لتر من زيت الزيتون فيما يخص الخضروات وحدها المساحة المتوقعة باشتتزرع هي ستلاف هكتار منها ثمانمائة هكتار بيوت بلاستيكية ونتوقع إنتاج يفوق مليون وسبعمائة ألف قنطار في الخضروات أما فيما يخص الشعبة المهمة على مستوى وليزيل ألا وهي زرعة الزيتون نتوقع هذا الموسم إن شاء الله إنتاج يفوق ثمانمائة لتر ومن أجل النهوض أكثر بقطاع الفلاحة يواصل بنك الفلاحة والتنمية المحلية تقديم الدعم المعنوي والمالي للفلاحين حيث يعتزموا فتح وكالتين جديدتين في كل من بلدية العنصر وجملة نحن نجد فيها نحطرها الباية نحمرها نحطرها الخيط نداويه هذه بربي إن شاء الله نتمنيينكم منها وعطيها سلسك للبراتي ونحن نفسها نحن نفتح وكالة جديدة في العنصر ونفتح وكالة جديدة في جملة بل بإذن الله تعالى نفتح وكالتين في جيجل تغطية السوق المحلية وتنويع النشاط الفلاحي والإنتاج في شعب أخرى لرفع الإنتاج وتنمية القطاع الفلاحي مرهون بمدى بقاء واستقرار السكان بأرضهم ودعم الدولة